موسيقى مساءكم سعيد مشاهدين نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من الأولى بالرباط البداية كالعادة بالعنوين البارسة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش يصدر تقريره السنوي حول الصحراء المغربية يوصفي مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا إلى غاية 31 أكتوبر 2025 واستعرض التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية على الصعيدين الميداني والدولي بالعيون التوقيع على اتفاق توأمة بين جماعة العيون ومدينة أرلينغتون بولاية تيكساس الأمريكية الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك تنفيذ البرنامج الوطني لتزود بالماء الصلاح للشرب ومياه السقي يرتكز بالأساس على تعبئة الموارد المائية السطحية سد سيدي عبو بإقليم تونات مشروع طموح ينتظر منه توفير مياه السقي لخمسة ألاف هكتار من الأراضي الفلاحية التبرع بالأعضاء أحد أرقى السلوكات التضامنية والإنسانية لفائدة منهم في حاجة إلى عضو من الأعضاء الحيوية واليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية مناسبة للتحسيس بهذه المبادرة الإنسانية أهلا بكم من جديد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريس اليوم تقريره السنوي حول الصحراء المغربية الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا إلى غاية 31 أكتوبر 2025 وعلى غرار السنوات الماضية يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفت قضية الصحراء المغربية على الصعيدين الميداني والدولي ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي إلى الوقت الرهن كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو لسيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها ويتطرق التقرير كذلك لقضية حقوق الإنسان مستعرضا المساعدات المقدمة لسكن المحتجزة في مخيمة تندوف وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمة إخلص التقرير لتقديم توصيات من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا يوم الثلاثين من أكتوبر الجاري من أجل اعتماد القرار الجديد بجأن الصحراء المغربية والذي ستقدم الولايات المتحدة التي تشرف على صياغة هذا القرار خلال مدخلته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن دينامية الدعم المتنام للمبادر المغربية للحكم الذاتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة من أجل مستقبل الصحراء المغربية وأبرز السيد هلال أن أزيد من مئة دولة والعديد من المنظمات الإقليمية عبرت عن دعمها الثابت لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب التفاصيل في مدخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد هلال أن أزيد من مئة دولة عضو من كافة المناطق وتسعة عشر دولة من الاتحاد الأوروبي وكذا منظمات إقليمية عبرت عن دعمها الثابت للمقترح المغربي باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الذي يتسم بالجدية والمصداقية من أجل حل سياسي وتطرق السيد هلال إلى فتح قنصريات عامة لأزد من ثلاثين دولة في مدينتي العيون والدخلة مشيدا بداليل قاطع على الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء وأشار إلى أن المبادرة المغربية لحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تعد الأساس الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزع الإقليمي موضحا أنها تضمن تدبير الساكن المحلية لشؤونها كما أنها تساهم في إعادة إحياء المغرب العربي على أسس المبادئ الكونية لحسن الجوار والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي بالعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار بين كل الأطراف المعنية بهذا الملف يمكن التوصل إلى حل لهذا النزاع المفتعل ومخترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يضمن للساكنة المحلية تدبير شؤونها المحلية إنه حل سياسي واقعي وذوم ازداقية ويتمتع بدعم واسع على الساحة الدولية وأكد السفير عمر هيلال أن لهذه المبادرة الفضل في تطلع إلى مستقبلها في انسجام تام مع ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده الشهر الماضي في نيويورك مسجلا أن على الجزائر أن تلتقط هذه الرسالة وأن تستعب بعد مرور خمسين عاما أن مشروعها الانفصال في الصحراء فشل بشكل ذريع وخلص السيد هيلال إلى أن الصحراء أصبحت مغربية مجددا في عام 75-20000 كما كانت منذ الأزل ومعنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع الدكتور الشرقوي الروداني الأستاذ الجامعة والخبير في الدراسات الجيوستراتيجية مساء الخير مساء النور شكرا تابعنا مداخلة السيد عمر هيلال أمام اللجنة الرابعة في نيويورك السيد عمر هيلال أكد أن أزيد من 100 دولة تؤيد مقترح الحكم الداتي الذي تقدم بالمغرب من بينها بلدان عضوان دائما في مجلس الأمن 19 دولة من الاتحاد الأوروبي و30 قنصلية افتتحت بمدينتي العيون والدخلة ما تأثير هذه الاختراقات وهذا الموقف أو المواقف متقدمة على مصار قضية وحدتنا الترابية بالطبع يعني أن هذه المواقف هذه الدينامية التي يعرفها من الصحراء المغربية تعكس يعني تملك الدول المنتظم الدولي أهمية الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا في منطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء في منطقة المتوسط وفي منطقة الأطلسية على اعتبار بأن اليوم عندما نعرف كم هي حالات كم من جماعة انفصالية تنشط في داخل القرى الإفريقية هناك 17 حركة انفصالية وهذه الحركة الانفصالية أصبح تعيق الآن التنمية والاندماج داخل القرى الإفريقي وأصبح تشكل عب على القرى الإفريقي خاصة إذا علمنا اليوم بأن هناك مصالح مشترك ما بين التنظيمات الإرهابية والجماعة الانفصالية كحركة لومبازوني مع تنظيم بوكو حرام أو حركة البوليزاريو مع تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى الذي ينشط حتى في خارج غيني وبالتالي اليوم هذه التطورات تظهر بأن المنتظم الدولي أصبح يعرف يقينا بأن هذا المشكل ومشكل جيوسياسي مرتبب بصراع من مخلفات الحرب الباردة وبالتالي أعتقد بأن هذه الديناميكية ستعزز في المستقبال على اعتبار بأن اليوم مسألة الاستقرار في المنطقة خاصة في منطقة شمال إفريقيا أصبحت محدد استراتيجي في مجموعة من المعادلات المرتبطة بالقارة الإفريقية مرتبطة بالأطلسي ومرتبطة بالمتوسط وبالتالي اليوم عندما نلاحظ اعتراف فرنسا بمغرب الصحراء إسبانيا الولايات المتحدة الأمريكية اعتراف دول أوروبا كما جاء في تقريركم 19 دولة أوروبية تعترف يعني به وهو تعبير جيوسياسي لأهمية المغرب في الشراكات الاستراتيجية في الأمن والاستقرار في المنطقة يظهر بأن هذه الدينامية هي تعكس أهمية الاستقرار بالنسبة للمنتظم الدولي وأن هذا المشروع الانفصالي اليوم أصبح يعني في خبر كان على اعتبار بأن وجود دولة كما جاء يعني في تصريح بيتر فان وولسوم سنة 2007 الذي هو المبعوث الأمير العام الأمم المتحدة أنا ذاك بأن وجود دولة في مطقة شمال إفريقيا اليوم هي كارتة جيوسياسية على المنطقة برماتيا وعلى المنتظم وعلى القرى الإفريقية وبالتالي بأن هذه التطورات هي مهمة جدا وتعكس كذلك مدى رؤية جلالة الملك للأمور لأن هناك عقيدة ديبلوماسية يعني بناها جلالة الملك مرتبطة بالرؤية الاستراتيجية لميلة في الصحراء كما جاء في الخطاب الأخير لجلالة الملك بأن المغرب اليوم مر من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير وبالتالي الحسم في هذا الموضوع على اعتبار اليوم المغرب يطرح عقيدة جيوسياسية مرتبطة بالأمن والاستقرار وأن التنمية المستدامة والتنمية الشاملة التي يعرفها المناطق الجنوبية خاصة ونحن أمام استثمارة ضخمة تصل إلى أكثر من 80 مليار ديرهم أن هذه المناطق أصبحت مناطق تأثر استراتيجي لاحظنا كذلك في اشتراكة الاستراتيجية اليوم لمدن أمريكية مع مدينة العيون هذه التوأمة تظهر بأن هناك تملك للمتدام الدولي لأهمية المغرب والأقاليم الجنوبية في معادلات جيوستراتيجية مرتبطة بالأطلسي عندما نتكلم أستاذ روداني عن المبادرة المغربية للحكم الداتي هي مبادرة جدية وواقعية ودات مصدقية تقترح حكامة ديمقراطية محلية جوهرية وذلك بفضل تفويد واسع للسلطات من أجل مشاركة أكبر للسكنة المحلية في اتخاذ القرن أسألك هنا عن اتمار هذه التنمية الشاملة التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية ويمتد مذاها نحو العمق الإفريقي اليوم عندما نتكلم في العالم عن الحكامة أو عن الديمقراطية اليوم مبادرة المقترح الحكم الداتي تجسد الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية عندما نراحظ نسبة الانتخابات ومشاركة في الانتخابات للتشريعية أو الجماعية في الأقالي من جنوبية والتي هي أعلى نسبة من المناطق في المغرب تضهي تملك سكال أقاليم الجنوبية المغربية بالمصار الديمقراطي والمصار التنموي الذي أسس له جلالة الملك منذ اعتلائه في العرش وبالتالي اليوم نحن أمام تطور مهم جدا في الأقاليم الجنوبية كما قلنا عبر النموذج التنموي الجديد اليوم نتكلم عن ميناء الدخل الأطلسي الذي هو مشروع ذو أبعاد جيو اقتصادية على المستوى القارة الإفريقية والذي سيكون له ربط كبير ما بين دول غرب أوروبا بالولايات المتحدة الأمريكية بموانئ مرتبطة كذلك بالقارة الإفريقية كميناء داكار أو ميناء اليومي أو حتى ميناء مثلا أبيتجون وبالتالي نحن أمام تطورات مهمة مرتبطة بالتطور الاقتصادي والاندماج داخل القارة الإفريقية زيادة على ذلك كما جاء في تصريح جو بايدن عندما كان نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في عهد رئيس أوباما عندما كان في زيارة والتقى جلالة المالك سنة 2015 المغرب هو بوابة نحو القارة الإفريقية والمناطق الجنوبية ستلعب دور محوري وكبير في التنمية داخل دول غرب إفريقيا وفي دول الساحل الإفريق وجنب الصحراء ولعل المبادرة الملكية التي يطرح وجلالة المالك من خلال انخيرات دول الساحل الإفريق وجنب الصحراء في جيو اقتصادية الأطلسي لتعبير استراتيجي لأهمية الأقاليم الجنوبية في التنمية الشاملة التي يمكن أن تعرفها دول غرب إفريقيا ولاحظنا كذلك في مواقف الدول المنتظم الدولي عندما كانت هناك أزمة القرقرات عندما حاول ميليشيات البوليزاريو محاولة ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة برماتيا كيف كانت رد إسبانيا ردد فعل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى جوتيريس وبالتالي اليوم عندما نتكلم حتى عن تقرير المصير وقد جاء كما قالها داتيوم جوتيريس أصبحت كلمة متجاوزة في القانون الدولي لاعتبارات مرتبطة بالتطور الاقتصادي بالتطور مفهوم الدولة بالتطور مفهوم مجموعة من الأمور وبالتالي اليوم عندما نتكلم عن الأقاليم الجنوبية نتكلم عن سيرة وصل للمتوسط والدول غرب أوروبا بدول غرب إفريقيا وبالقارة الإفريقية وأعتقد بأن اليوم نحن أمام تطور استراتيجي خاصة كما قلنا مع اعتراف فرنسا وفرنسا هي مالكة التاريخ في المنطقة إلى جانب إسبانيا وبالتالي عندما ترى هذه الدول كيف تعترفه بمغربية الصحراء فهو تعبير جيوسياسي تاريخي في الحاضر وفي المستقبل على أن المغرب يعني أن الأقاليم الجنوبية هي أقاليم مغربية وأن السيادة المغربية هي سيادة استراتيجية سنوصل هذا الحديث بعض اللحظات سيد روداني قضية الصحراء المغربية خطوات واثقة وزخم ديبلوماسي قوي يكرس عدالة وحدتنا الترابية بفضل حنكة وتبصر جلالة الملك محمد السادس نصر الله توالت لاعترافات الدولية بسيادة المملكة المغربية على صحرائها وبعد نظر جلالته دفع العديد من الدول إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الأمثل والواقعي والجاد لهذا النزاع المفتعل وهو ما تعزز بافتتاح عدة قنصليات في مدينة العيون والدخل في اعتراف صريح بمغربية الصحراء تقرير محمد ريد العبيدي وحياة فخري بين من يتطلع إلى المستقبل بين من يبني ويؤسس ويشيد بين من حسم وفق الشرعية والمشروعية والتاريخ وبين من ظل حبيس رؤية ماضوية وعاند منطق الحق والتاريخ من يختلق ويعرقل وينتهج أساليب عفى عليها الزمن للنيل من وحدتنا الترابية بين هذا وذاك معادلة لا تستقيم من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير ومن مقاربة تعتمد على رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية عنوين ديبلوماسية ملكية حكيمة وفعالة قوامها الوضوح قضية الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم ونتاجها اعترافات تتوالى بمغربية الصحراء نتحدث عن الولايات المتحدة ألمانيا إسبانيا هولندا فلندا الدنمارك فرنسا ودول أخرى عربية وإفريقية في لائحة طويلة عريدة تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء المغربية هذه الرؤية المالكية أعطت وضوحا للشركاء وللأعداء فمن كان يريد أن يدخل في شركات مع المغرب عليه أيضا أن يدافع على قضاياها الاستراتيجية ومن هنا جاءت الاعترافات الأمريكية أولا سنة 2020 ثم سبعتها الإسبانية ثم الفرنسية وآخيرا الفنلندية وبينهما الكثير من الدول الأوروبية ألمانيا هولندا وغيرهم من الدول التي تدعم هذا الموقف المغربي بالإضافة إلى حوالي 100 دولة في المستوى العالمي تدعم الموقف المغربي الاعترافات الصريحة لبعض الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا حيث حددوا موقفهم الصريح من مغربية الصحراء كذلك عرجت في مداخلتي على التصريحات أو الاعترافات الكبرى للدول الإفريقية من أقاليمها الخمسة وهنا تقدم القارة الإفريقية تصريحا واضحا أنها لا تعترف أبدا بالكيان الوهمي وهذا أمر أصبح واضح للعالم ككل مع تولي الاعترافات من مجموعة من الدول الكبرى افتتاح أكثر من 30 قوصلية بين مدينتي الداخلة والعيون هذه مجموعة من الأمور التي تشير وليك تبين بأنه موقف المملكة المغربية هو موقف الأقوى وهو نحن على المصار الصحيح زخم دولي داعم لمغربية الصحراء يرى في مبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب عام سبع والفين أساسا وحيدا للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية مقترح يصفه المجتمع الدولي بالجاد وذي مصداقية وكذلك مجلس الأمن في قراراته العشرين الأخيرة اليوم يوم تاريخي في مقر الأمم المتحدة سرني كثيرا أن عددا من المتدخلين أكدوا على سيادة المغرب على صحرائه الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب نسبة لي سنة 2024 نقطة تحول في ملف الصحراء المغربية فرنسا انضمت لموقف الولايات المتحدة من خلال تأييد مغربية الصحراء بشكل صريح أؤيد بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية بصدق ومن أعماق القلب أعتقد أن هذا المقترح سيعزز التنمية بأقاليم الصحراء المغربية وسيخدم المنطقة برمتها تنمية سوسيو اقتصادية لا تخطئها العين ونموذج تنموي يؤهل الصحراء المغربية اليوم لتكون قطبا للتنمية للواجهة الأطلسية لإفريقيا حقيقة ينقلها أبداء الأقاليم الجنوبية في مختلف المحافل الدولية كمنتخبين ممثلي للساكنة نابعين من صنادق الاقتراع تالي لدينا الشرعية التامة في تمثيلية الساكنة قدمنا من أجل دعم الموقف الرسمي للمملكة المغربية وقدمنا كذلك ونحن فخرون بما حققت بلادنا على المستوى الأقاليم الجنوبية فيما يتعلق بالجانب التنموي هناك مجموعة من المخططات التنموية وأبرزها النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه ساحب الجلالة نصره الله سنة 2015 مداخلات مهمة تعلقت بتسليط الضوء على الأوراش والزخم الديبلوماسي والأوراش التنموية التي تعرفها للصحراء المغرب بالنسبة لجبيع المقارب وبالنسبة لنا نحن كساكنة الأقاليم الجنوبية المشكل تم حسمه منذ 75-900 ألف إلا أن الطرف الآخر بقى حبيث الدقمائي السياسي والأوهام مرة أخرى نقول كابناء لغاية من الجنوبية ومن هذا المجلس الصحراء كانت وستبغى وإلى الأبد جزء لا يتجزء من المملكة المغربية أحب من أحب وكريمهمك اليوم لم يعد خفيا من يساهم في إطالة أمد النزاع ويكيل العداء لوحدتنا الترابية بشتى الطرق والسبل وكما العادة محاولات ديدنها الفشل تصطدم بعدالة قضية الصحراء المغربية وتعبئة مغربية لا تلين ومهما تعددت المحاولات فالحقيقة دائما واحدة مهما كانت مؤلمة الصحراء مغربية الصحراء مغربية إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها نواصل حوارنا مع ضيفنا في السوديو السيد شرقوي روداني على ضوء هذه التطورات الدبلوماسية الإيجابية في ملف وحدتنا الترابية وعلى ضوء المضامين القوية التي جاءت في خطاب جلالة الملك نصر والله يعني ما أهمية الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير واعتماد النهج الاستباقي عوضا عن ردة الفعل كما جاءت في خطاب جلالة الملك اليوم عندما نتكلم عن يعني المرور من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير فاليوم نتكلم لأن الخطاب لجلالة الملك طرح عقيدة جيوسياسية مرتبطة بسيدات المغرب على أقاليمه الجنوبية وبالتالي اليوم في هذه العقيدة الجيوسياسية هناك ثلاث معادلات مهمة معادلات العلاقات الدولي المرتبطة بالعقيدة الدبلوماسية للمملكة المغربية والتي فيها ثلاث محاور ثلاث أن الصحراء هي مغربي والمغرب عندما ينخرط في المسلسل الأممي إلا وهو يريد إيجاد حل سياسي يعني تكون في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغرب ثم كذلك المحور الثالث الذي هو مهم هو محور المرتبط بالتنمية الشاملة تعرفها الأقاليم الجنوبية في خطاب جلالة الملك المحور المرتبط كذلك بهذه العقيدة الجيوسياسية مرتبط بالرؤية التي يرى بها المغرب شركاءه الاستراتيجي ولهذا أعطى المثال لفرنسا وإسبانيا ومجموعة من الدول الأوروبية والدول العربية والدول الإفريقية وبالتالي المغرب هناك شراكة استراتيجية نعم ولكن لا يمكن أن يكون بلد يجلسوا فوقها يعني بين كرسيين وبالتالي المغرب ينظر إلى شراكة استراتيجية من منظور موقف هذه الدول إلى مغربية الصحراء ثم كذلك المحور الثالث المهم في هذه وقد أشار إليه جلالة الملك في الخطاب والفتاح أن المغرب ماضي في الفتاح على المنطقة المغاربية أن البناء الجيوسياسي للمنطقة برمتها يعني هو مرتبط كذلك من خيرات الدول المغاربية في هذا البناء الاستراتيجي للمنطقة المغاربة ومنطقة الشامل الإفريقية ونظر للتحديات كذلك المطروحة على المستوى القارة للتحديات المطروحة على المستوى المنطقة ثم كذلك على المستوى البعد الجيوسياسي للرؤية الملكية من خلال هذه العقيدة الجيوسياسية مرتبط كذلك بالتنمية التنمية داخل المناطق الجنوبية التنمية كذلك في دول القارة الإفريقية من خلال ما يسمى الأنبوب الغاز المار بين نيجيريا والمغرب مران بأربعة عشر دولة إفريقية والمبادرتين دات الأبوعد الجيوستراتيجي المرتبطة بالقارة الإفريقية نخيرت دول أفرو أطلسية في الأطلسي ثم كذلك دول الساحل الإفريقي في الأطلس وبالتالي هناك عقيدة جيو سياسية هدفها البناء الشامل هدفها السلام داخل القارة الإفريقية وهي مدخل لتعزيز الاندماج داخل القارة الإفريقية عبر هذه المنطقة التي هي منطقة الشامل الإفريقية وبالتالي أعتقد بأن اليوم مرحلة التغيير بدأت من خلال كذلك الدفع بالمناطق الجنوبية لكي تلعب أدوار طلائعية وأدوار كبيرة كما قلنا هناك تنمية شاملة هناك استثمارات ضخمة هناك كذلك اعتراف لمجموعة من الدول العالم يعني الدول الأوروبية يعني مؤخرا هناك فنلندا الدنمارك هناك كذلك هولندا إيطاليا كذلك الاعتراف الفرنسي الإسباني الاعتراف الأمريكي وبالتالي اليوم هذا الزخم ديبلوماسي يعطي شرعية للمملكة المغربية ويؤكد كذلك مبدأ الشرعية والإرادة الدولية من أجل تجاوز هذا المشكل الذي عمرها لسنوات عديدة هذا الزخم الدبلوماسي أستاذ الروداني وهذا دينبية هذا التغيير في ملف وحدتنا التوربية داخل المغرب وداخل المتضم الدولي كيف يمكننا أن نحصن المكتسبات التي حققناها في هذا الملف أعتقد اليوم المغرب هو بالتنمية الشاملة داخل المناطق الجنوبية اليوم هناك برنامج تنموي نموذج تنموي جديد انطلق سنة 2015 سيجعل من المناطق الجنوبية مناطق تأثير استراتيجي من خلال برامج تنموية طاموحة اليوم نتكلم عن إنتاج الهيدروجي الأخضر نتكلم عن إنتاج الطاقات المتجديدة اليوم نتكلم عن استثمارات كبيرة ضخمة من خلال مشروع المشروع الأمريكي بيتري دابليو اليوم نتكلم كذلك عن تحولات جيوستراتيجية مرتبطة بالمنطقة برمتها والأقانيم الجنوبية مطالبة بالتطور بشكل سريع وأعتقد بأن هذا كله مهم جدا ثم كذلك أعتقد بأن هناك مراطق مهمة كالدول إسكندنافيا والأمريكا اللاتينية التي تحتاج إلى ديبلوماسية كذلك ولهذا دعا جلالة الملك الأحزاب السياسية والبرلمان إلى لعب أدوار طلائعية من خلال عمل ديبلوماسي يعني محبوك ودتأثر استراتيجي كبير ومتنور من أجل يعني كما قلنا الذهاب إلى هذه الدول التي لا تفهم بشكل قوي يعني طبيعة الأمور بناء على الدور الكبير الذي يلعب المغرب في الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية اليوم لاحظنا كيف يعني الأنتر بول بمعاية مملكة المغربية من خلال عملية مثلا يعني عملية مشتركة تم توقف 68 شخص على المستوى الدولي ثم كذلك اليوم لاحظنا كذلك تصريح مسؤولي حلف شمال أطلسي على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب والدور الذي يلعبه المغرب في تدبيق الأمن واستقرار على المستوى المجال الجيوسياسي المتوسط والمجال الجيوسياسي الأطلسي وبالتالي أعتقد أن هناك مجموعة من التراكمات الإيجابية التي يمكنه يعني التدبير وهو يمكنه كذلك العمل عليها من أجل يعني الاقتراب من بعض المناطق الجيوسياسية كدول سكيندنافيا وكأمريكا اللاتينية وبعض الدول الإفريقية وأعتقد بأن التطورات المقبلة خاصة دول كمثلا كبريطانيا ودول عديدة يعني ستؤكد كذلك تملك هذه الدول لأهمية الاستقرار في المغرب وأهمية سيدات المغرب على أقاليمه الجنوبية كمدخل أساسي للتنمية لدول الغرب إفريقيا ولدول الساحل إفريقيا وجون الصحراء والقارة الإفريقية بشكل عامل شكرا جزيلا لأستاذ الشرقوي الروداني الأستاذ الجميع والخبير في دراسات الجروستراتيجية والأمنية شكرا شكرا مرحبا مشاهدينا نبقى بالصحراء المغربية وتحديدا بالعيون حيث تم التوقيع على اتفاق توأمة بين جماعة العيون ومدينة أرلينغتون بولايات تكساس الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك هذه الاتفاقية تندرج في إطار التعاون المركزي بين المغرب والولايات المتحدة التفاصيل بداية جولة الوفد الأمريكي رفيع المستوى كانت بلقاء مع والجية العيون الساقية الحمراء وفد ضم تشكيلة رؤساء هيئات مؤثرة ومجالس محلية منتخبة في الولايات المتحدة الأمريكية والهدف من الزيارة الاطلاع انكثب على الوضع الاقتصادي والتنموي بالمنطقة من خلال الوقوف ميدانيا على مختلف المشاريع السوسيو اقتصادية والتنموية بالعيون كبرى حواضر الصحراء المغربية بغية تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكات بين هيئات المجالس المنتخبة في الولايات المتحدة الأمريكية ونظيرتها في الأقاليم الجنوبية نحن منبهرون للغاية بجودة البنية التحتية بالعيون هذه المدينة ومدينة أرلينغتون تتقاسمان مصالح مشتركة في إطار من التفاهم المتبادل نحن نرغب في تعزيز العلاقات الثنائية بيننا ومتفائلون أيضا بشأن تطوير هذا التعاون في المستقبل خاصة في المجال الرياضي أنا من أشد المقتنعين بأهمية التبادل الثقافي في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب الزيارة التي توجت باتفاقية توأمة بين مدينتي العيون وأرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية تندرج في إطار رغبة الطرفين في إرساء علاقة صداقة بناءها أساسها التعاون الثنائي والبناء في المجالات الاقتصادية الثقافية التعليمية السياحية وتجويد الحكامة البيئية بالإضافة إلى تطوير وتبادل التجارب والخبرات هذا يوم تاريخي بالنسبة لمدينة العيون وبلدية العيون هذا التوقيع الثاني مع جماعة من جماعات الولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لنا إنجاز كبير جدا ولا بالنسبة للمملكة المغربية على العمو وهذا يجعل مكانت أقالي من الجنوبية في الأولويات ديال الولايات المتحدة الأمريكية نظر عنه ذات توقيع ما جاء من ذيك الحال الولايات المتحدة الأمريكية ماشي قدما ذاكش اللي قالت ولا لا هو الحكم الذاتي تحت السيادة المملكة المغربية واعترافها بالسيادة ديال القالمة الجنوبية للمملكة المغربية وهذا يعزز ذا كامل يعزز ذا المشور الذا هو والحمد لله كان يوم توقع بيننا وتوقع ناجح وإلى رد الله لنطوروا علاقتنا معهم أكثر وأكثر ونجيبوا مدن ثانية اللي يدير معانته لنطوروا إلى رد الله باش نجيبوا مدن أقرأ باش يكون هنا التبادل فيه التبادل كل شيء السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى رد الله والتقوين كل شيء في هذا الموضوع هذا مهم للساكنة ديال مدينة زيارة الوسد الأمريكي تأتي في إطار تجسيد قرار الولايات المتحدة الأمريكية في دجمبر من سنة 2020 القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الأقالم الجنوبية للمملكة قرار شرع الباب أمام تطوير علاقات التعاون والشراكة بين مدن أمريكية ومدن مغربية بالأقالم الجنوبية وتطويرها في جميع المجالات ومن العيون ينضم إلينا اللحظة مباشرة السيد مولاي حمدي والدرشيد رئيس مجلس الجماعة الترابية للعيون مساء الخير سيدي وبداية أسألك عن دلالات هذه الزيارة التي يقوم بها وفد عمداء بعض الولايات المتحدة الأمريكية لأقلم الجنوبية للمملكة مساء الخير كنشكركم على هذا اتصال اليوم كانت توقعت أماما بين نحن وبين بعض من العمداء ديال الولايات المتحدة الأمريكية وهذا نهار بالنسبة لنا نهار عظيم نضع عنه اعتراف الولايات المتحدة من مقربية الصحراء من نهار الأول نحن كان عندنا شرف فاش يكون هذا الموقف ديال أمريكان اللي دارت اللي هو موقف عظيم ولا دارته عن ذيك الحال دارته عنه تاذيء تاريخ احنا أهل الصحراء تاريخنا ارتباطنا بالملوك العلويين للمملكة المقربية وماشي قد يحده أي حد لا الولايات المتحدة ولا دول كلها مهما كان نوعها عنا تتحييذ التاريخ ولكن اليوم يؤكدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما متراجع عن موقفها وموقفها سليم وموقفها عظيم تجاه المملكة المغربية في السيادة على أقاليم ديال والجنوبية وتأييدها للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وهذا بالنسبة لنا شيء كبير وعظيم الحق لله وإحنا كساكنة مدينة العيون وكولادي المنطقة ديال العيون هذا بالنسبة لنا إنجاز كبير جدا وإنجاز عظيم للمملكة المغربية ولجلالة الملكة الله ينصروا بالسياسة دياله الحكيمة اللي هي منهار بدأت السياسة والحمد لله اعترافات الدول كلها ماشية في الطريق الصحيح وما يقد حد يردنا عنا ذا الميدان ذا هو وإحنا أبناء هذه المنطقة ما يمكن لحد يقول عنا المملكة المغربية الصحراء ما هي مغربية ولا يقد يقول عنا ما أننا مخلصين لجلالة الملك ولا يقد يقول عنا هذا الأرض من المملكة المغربية نخلع لأولادنا ومناتنا ورزقنا وكل شيء من أجل المملكة المغربية وهذا هو موقفنا الثابت دائما والساكينة ثابت موقفها الساكينة الأصيلية هنا منها الصحراء موقفها ثابت في الأقالم الجنوبية جزع لا يتجزع من المملكة المغربية ولا يقدر حيدها حد رغم لا يقدر حيدها حد ولكن ذي اتفاقيات تجعلنا أقوى أكثر نظر عن ذي دولة قوية وقوية دولة هي اللي حاكمة في العالم كامل تقريبا واعترافها بمقربية الصحراء هذا مهمنا وزيدنا قوة أكثر رغم أنه قوتنا كانت ولي تبقى دائما ولكن ذي زيدنا قوة أكثر وزيدنا تشبت بوطننا أكثر سيد مولاي حمدي ولد رشيد نتكلم عن اتفاقية هذه التوأمة التي وقعت هذا اليوم ما أهمية هذه التوأمة بين مدينة العيون ومدينة أرلينغتون بتكساس الأمريكية مهمة جدا مهمة جدا هذه التوقيع الثاني نفتنا وقعنا توقيع الأول ودريك هذا هو الثاني إذا يبين لك همية التوقيعات مع التؤامات مع المدنة الأمريكية وهذه بالنسبة لنا مهمة جدا 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 نضعنا هذا التوقيع قدام العالم كله اللي شاك في ذا أراه اليوم ليشوف وفعد الوحدة الترابية وفي كل شي اللي شاك عنده ما هو حقيقي أراه شاف اليوم عنه حقيقي وبالنسبة لنا نحن ذا مهمة نبزها في ذا تؤامة مع المدنة الأمريكية ومع العالم كاينة الصفاء القنصلين ديها الدول الفريقية كلنا والدول العربية مثلا هذا مهم جدا لمدينة العيون ولقاليمة الجنوبية كلها أشكرك جزيلا سيد مولي حمدي والدرشيد رئيس مجلس الجماعة الترابية للعيون على هذه المدخلة كنت معنا مباشرة من العيون تحل اليوم الذكرى الثالثة والعشرين للخطاب الملكي في أجدير الخطاب التاريخي الذي أسس لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب فهو محطة مهمة في تطوير وتعزيز الثقافة الأمازيغية كمكون للهوية الوطنية وقد مكن من بلورة سياسة للنهوض بها وترسيخها من خلال التنصيص على إحداث المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية مساهم في تحقيق إنجازات وازنة في مجالة البحث حول اللغة والتعبيرات الثقافية بمختلف مكوناتها فردوس الحرش وفؤاد الحرش الأمازيغية هوية ثقافة مكون أساس للتنوع الثقافي بالمملكة المغربية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حرص ملكي مستمر على صون الثقافة الأمازيغية بدءا بخطاب أجدير سنة 2001 وصولا إلى دسترة الأمازيغية سنة 2011 ثم المضي قدما بتفعيل الطبع الرسمي للأمازيغية في مجال التعليم ومجالات الحياة ذات الأولوية وصولا لإعلان الرابع عشر من يناير كل سنة عطلة مؤدى عنها احتفاء برأس السنة الأمازيغية ولأن الأمازيغية مكون أساسي للثقافة المغربية وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية فإننا نولي النهوض بها إناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذكرى الحادية والعشر لخطاب أجدير فرصة متجددة لتكريس إرادة ملكية لصون التراث الأمازيغي الخطاب الملكي السامي اعتبر اللغة الأمازيغية لغة وطنية وتاريخا مشتركا لجميع المغاربة الورش الملكي المتعلق بتفعيل الطبع الرسمي للأمازيغية يحدد معالم رؤية قائمة على تثمين التنوع الثقافي ببلادنا والنهوض به باعتبار اللغة الأمازيغية العنصر الأهم ضمن هذه الرؤية هوية واحدة متعددة متعددة كما جاءت في الدستور وبعد الخطاب الملكي يأتي الترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور 2011 وهو الترسيم كنقول الخطوة ثانية مهمة جدا تم إدخال اللغة الأمازيغية إلى التعليم بحرفياتي فينا وفي سنة 2011 كان ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية كلغة رسمية للمغرب الخطاب الملكي السامي بأجدير مهد لتأسيس المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية كمؤسسة دستورية أوكلت لها مهم إبداء الرأي حول التدابير التي من شأنها تثمين الموروث الثقافي الأمازيغي وسنة 2003 كانت سنة مفصلية حيث اعتمدت اللغة الأمازيغية تيفناغ في كتابة اللغة الأمازيغية سنة 2011 اعتمد دستور المملكة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية الأمر الذي مهد لتبني قانون تنظيمي ينظم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والعمل على إدماجها في شتى مجالات الحياة في أخبار المؤسسة التشريعية عقد مجلس المستشارين اليوم جلسة عمومية خصصة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الليجان الدائمة برسم النسف الثاني من الولايات التشريعية الحالية وذلك عملا بأحكام الفصل الثالث والستين من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس التفاصيل مع نوال قراري عبدالإلهام وزحم وعبداليا شهب مجلس المستشارين يستكبل هيكلته لما تبقى من ولايته التشريعية الحالية استحقاق انعقد وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس وأجرت تصويت على اللائحة بالاقتراع السري لحظة ديمقراطية ترم انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الليجان الدائمة كانت جلسة ديمقراطية بامتياز وهذا هو اللي فرز واحد العدد من نخاب ديال اللي غدي خدموا مع السيد الرئيس واللي غدي يكونوا يكونوا ركائز ديال هذا المجلس ونحن غدي نعملوا ان شاء الله يد في يد باش ندوزوا ندوزوا هذه المرحلة بناء على التعليمات وعلى التوجيهات السامية اللي سيدنا الله ينصروا جلسة اللي تمت في أجواء ديال التوافق وفي أجواء تحترم المقتضايا ديال القانون الداخلي المنظم لهذه العملية وفي أجواء ديمقراطية بعتبر أنه الصويت السريكان هو الفيصل في تحديد يعني المؤهلين لشغل هذه المواقع وهي مناسبة لنجديد التزامنا سواء كفرق أو كمنتسبين عموما لهذا المجلس بالتجنود وراء جلالة الملك للطلاع بكل المسؤوليات لملقة علاعة في تمتيل المواطنين في الدفاع المصالحين وفروقي بعمل هذه المؤسسة الشرعية وسينكب مجلس المستشارين إلى جانب مهامه المعهودة سينكب على تنزيل توجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في دورة الخليف ارتباطا بتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية سأعملوا بجدية مع رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب وجميع أعضاء نجنة الخارجية لكي نعطيه واحد القوة واحد الفرصة للدبلوماسية البرلمانية أولا على القضية الوطنية وللدفاع على دور جيل المغرب دور جيل بلادنا في جميع المشالات جوه ديمقراطي وبالمناسبة نشكر السيدات والسادة عضاء مجلس المستشارين اللي داروا فينا الثقة نتمنى ومن الله سبحانه وتعالى نكونوا في مكان هذه الثقة ديالهم إن شاء الله لخدمة الصالح العام لخدمة القضايا ديال البلاد وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية وقد وسع دستور 2011 صلاحيات مجلس المستشارين لتعزيز دوره فيما يخص التشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية في موضوع آخر يتوصل التقص الماطر ببلادنا حسب التوقعات خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت المدير العام الأرصاد الجوية نزول الزخات المطرية علىها بلغ 36 مليمترا بتانشا العرائش 12 مليمترا شفشاوين 9 مليمترا 7 مليمترا بسالة 6 بأوكيندل تطوان وتطمليل والمحمدية والقنيترا وبن سليمان 5 مليمترا 4 مليمترا بالجديدة بيالرباط وتكركوس 3 مليمترا ستات ورزازات مراكوش وسيد سليمان مليمترا مكناس والدار البيضاء مليمترا واحد وأقل مليمترا بكل من ترودانت فاس تازا المديري العام الأرصاد الجوية تصدر تقريرها السنوية عن حالة المناخ بالمغرب لسنة 2023 لخصت فيه سياق التاريخي لبعض المتغيرات المناخية بما فيها الظواهر الجوية القصوى للتقص والمناخ وتأثيرها على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية تفاصيل هذا الموضوع مع ناطفة بن حليمة التقرير السنوي للأرصاد الجوية يعتبر أن سنة 2023 كانت السنة الأكثر حرارة منذ بداية القرن حيث تعدى معدل درجة الحرارة المعدل المعتاد للفترة ما بين 1981 و2010 بحوالي درجة مئوية فاصل 77 وكانت درجة الحرارة اليومية أعلى من المعدل الطبيعي خلال 79% من أيام السنة وسجل المغرب خلال ذات السنة رقما قياسياً وطنياً مطلقاً جديداً لدرجات الحرارة القصوى اليومية والتي بلغت 50 درجة مئوية فاصل أربعة رصدت في الحادي عشر من شهر غشت على مستوى مدينة أغادير لتتجاوز بذلك درجات الحرارة الخمسين درجة لأول مرة في المغرب السنة الماضية اعتبرت من جهات أخرى الأكثر جفافاً على الإطلاق منذ 80 عاماً على الأقل بعجز بلغ حوالي 48% كما كانت السنة الجف الخامس على التولي متمة فترة جفاف متواصل هي الأطول في التاريخ المعاصر للمغرب فخلال الموسم الفلاح الماضي سجل المغرب معدل أمطار قدر بحوالي 134 مليمتراً ما يمثل عجزاً بحوالي 29% وبخصوص الدواهر القصوى سجل التقرير أنه برغم من كونها سنة جفة إلا أن بعد مناطق الأطلس الكبير والصغير عرفت مقاييس الستنائية غير مسبوقة من التساقط التلجية وأشار التقرير إلى أن حالة المناخ في المغرب تعد جزءاً من سياق عالمي يتميز بزيادة مضطردة في تركيزات الغازات الدفئة مما جعل السنوات التسع الماضية تصنف على الصعيد العالمي السنوات الأكثر حرارة على الإطلاق وفي ختام تقريرها شددت المديرية العامة للأرصاد الجوية على الحاجة الملحة إلى تكتيف الجهود للتخفيف من آتار تغير المناخ والتكيف بشكل أفضل مع آتاره مؤكدة التزامها بتوفير المعلومات المناخية الدقيقة وزيادة الوعي العام بالقضايا المناخية تتواصل أشغل بناء مشروع سيد عبو بإقليم تونات والذي ينتظر أن يتم إنهاؤه خلال سنة الفين خمسة وعشرين المشروع يلبي الحاجيات من الماء الشروب وماء الري وسيتم إنجازه بغلاف مالي يصل إلى حوالي مليار ومائتي مليون درهم بتمويل من طرف وزارة التجهيز والماء حلن أرسلنا محمد طاطق مشروع بناء سيد عبو بمنطقة تيسا جنوب شرق إقليم تونات مشروع هام سيمكن من تزويد الساكنة بالماء الشروب ومن ري الأراضي الفلاحية بسافلة السد بنحو خمسة ألف هكتار إضافة إلى تزويد بالطاقة الكهرومائية انطلاقا من سعته التخزينية التي تصل إلى حوالي مائتي مليون متر مكعب الأشغال تتواصل بشكل منتظم والمشروع يتكون من مشأتين مشأة الأولى هو الصدر الرئيسي وهو من نوع الخارسانة المذكوقة تبلغ العولة وديله على الأساس 72 متر والطول ديله عند القمة 48 متر والحجم الإجمالي للخارسانة 240 ألف متر مكعب المنشأة الأساسية الثانية هو حاجز الفز وهو حاجز تكميلي للسد اللي تيمكن من غلق الحاقينا من الجهة اليسرى للسد وهو من النوع الترابي في إطار بناء السد سديعبو قامت الشركة المكلفة بالأشغال بوضع واحدة استراتيجية منذ بداية المشروع وذلك لإنهاء جميع الأشغال قبل المدة الزمنية المحددة لها وذلك بوضع جميع المواقض البشرية والآليات والمعدات اللازمة واليوم كنشوف بأنه الأشغال جد متقدمة ولا يبقى سوى أشهر قليلة لإنهاء هذا المشروع بإذن الله هذا المشروع الحيوية مإنجازه تحت إشراف أطر مغربية وبمراقبة دقيقة من لدن المهندسين والتقنيين بهدف مراعاة معايير الجودة والسلامة مختبر العموية للتجارب والدراسات وضع رهن إشارة الورش جميع الوسائل اللوجستيكية والخبرة ديالو لكي يتم فحص العينات قبل وضعها في الورش وماذا تكون لهم من أجل أن الورش يكون يستجب زميع المواصفات الدولية والجاربية على العمل مشروع بناء السد سدعبو يندرج في إطار المخطط التوجيه لتهيئة الموارد المائية وسيمكن من زيادة سعة التخزين على مستوى الحوض المائي كما سيساهم في الحد من ضياع مياه ودسبو في البحر على غرار باقي بلدان العالم يحتفل المغرب اليوم باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وهو موعد لتحسيس المتبرعين المحتمالين من أجل إنقاذ أرواح الآخرين وتحسين جودة حياة المرضى المصابين بأمرات خطيرة يعد التبرع بالأعضاء أحد أرقى السلوكات التضامنية والإنسانية التي يمكن أن يقوم بها الإنسان في الوقت الذي ينتظر فيه أو ينتظر آلاف الأشخاص حول العالم سنويا عملية زرع أعضاء قد تنقذ حياتهم من فاس روبرتاج لطيفة بن حليمة وأنوار الغماري زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أفضل طريقة لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون لأحد الأعضاء للاستمرار في العيش فبدون متبرعين لا يمكن زرع أعضاء تستحيل صناعتها ويستحيل تعودها بنفس نجاعة الأعضاء البشرية خلال زيارتنا للمركز الاستشفاء الجامعية الحسنتاني بفاس صادفنا حالة هذا الطفل دي التسع سنوات الذي يعاني من القصور الكلوي ويحتاج بإلحاح إلى متبرع صادفنا بالمقابل السيد عبد السلام الذي حالفه الحض بعد أن تبرع له ابنه بإحدى كليتيه في أعقاب معاناة طويلة مع عملية تصفية الكلي المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال زرعة الأعضاء والأنسجة البشرية بفرد الكفاءة المتوفرة في مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية ومعظم هذه العمليات هم زرعة الكلي ورغم ما تحقق من نتائج فإن إيقاع هذه العمليات يظل بطيئا ولا يستجب لحاجيات المرضى 40 ألف مغربي اللي تديروا الدياليس بصفة مزمنة 156 مرات في السنة بتكلفة كبيرة لهم ولمجتمع وبواقع كبير على أمد ديرهم في الحياة اللي تتقلص بواقع كبير من ناحية الميزانية اللازمة لذلك وبواقع كبير كذلك على جودة الحياة ديرهم وعلى المضاعفات الصحية والطبية اللي تتقتضي في العديد من الأحيان تدخلات إضافية أخرى لا يخفى عليكم أن عدد المتبرعي المسجالين لدى المحاكمة ابتدائية بربع المملكة لا يتعدى 1.500 متبرع بعد الممات وهذا العدد يظل قليل بالنسبة للعدد المتزايد في نسبة المرضى الذين يعانون من قصور أحد الأعضاء اللي هي أساسية كالقصور الكلوي أو قصور الكابيد أو قصور في مهمة القلب على الرغم من الترسانة القانونية الخاصة بتنظيم عملية التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة فإن عدد المتبرعين بالمغرب يبقى ضئيلا أمام الطلب المتزايد فآلاف الأشخاص بينهم أطفال وشباب مسجلون في لوائح الانتدار ترقبا لمتبرعين بأعضاء يحتاجون إليها للإستمرار في الحياة ولمناقشات هذا الموضوع بالتفصيل يحضر معنا ضيفا في بلد الأخبار هذا المساء البروفيسور طارق بوعتار أستاذ اختصاصي في أمراد الكلي وتصفية الدم وزرع الكلي بالمستشفى الجامعي بن سينة بالربط مساء الخير بروفيسور مساء الخير أستاذا شكرا مرحبا بك إذن كيفما تابعنا في الروبرتاج يعني كنشوف واحد القلة دي لنسبة المتبرعين بالأعضاء في بلادنا وفي المقابل كنشوف تفاقم الحالات الحريجة ربما اللي محتاجة لزرع الأعضاء في نظرك بروفيسور شنو هي الأسباب دي لهاد الخصاص وشنو هي آخر المعطيات الوطنية في هذا المجال شكرا بالفعل على الصعيد الوطني تقريبا عندنا جوجة فصلات السعود في المئة من المغاربة كي يعانيوا من واحد المرض في الكلي دي لهم في مراحل مختلفة تقدر تكون في مرحلة بيدائية أو في مرحلة متقدمة أيضا تقريبا ربعين آلف حالة من المغاربة كيتعالجوا بما يعرفوا بالدياليز أو بتصفية الدم مع العلم ومقارنة مع سنة 2005 هذا العدد لم يكن يتعدى خمس آلاف حالة نظركين واحدة زايد كبير في هذا العدد الحالات اللي كيتعالجوا بتصفية ديال الدم أيضا خسنا نعرفوا بأن كل سنة عنا أربع آلاف حالة جديدة من المرضى كيحتاجوا العلاج بالدياليز وهذه معطايات جد جد مهمة وكتبين بأن العدد في تزايد مستمر وخسنا نعرفوا بأن مرض سكري وارتفاع الضغط الدموي هم الأسباب اللي كتأدي بصفة مباشرة إلى القصور الكالوي اللي كيقدر يوصل إلى واحدة مرحلة نهائية يعني المرض كيحتاج تصفية ديال الدم لهذا اليوم احنا كنحتفله بهذا اليوم العالمي لتبرع بوزراء الأعضاء ليله دور مهم ومهم جدا في التوعية والتحسيس ديال الناس باش نبينوا لهم الدور المهم لتبرع بيالأعضاء في إنقاذ جديدة بالفعل في إنقاذ حياة الناس وفي حياة المرضى بروفسور بوعدتار يعني في إطار تحسيس بهذا المرض السامت اللي كيقتل مليون مغربي أو كيصيب مليون مغربي عفوا شكونهم في نظرك الناس المؤهلين باش يتبرعوا بلأعضاء ديالهم سؤال مهم جدا أولا خصا نعرفو بأن المرضى اللي كيوصلوا لمرحلة ديالقصور الكالوي نهائي كيحتاجوا العلاج إما بتصفية ديالدم أو الزرع ديالكيلي وخصا نعرفو بأن الزرع ديالكيلي هي أحسن وسيلة لكتضمن واحدة الجودة ديال الحياة لهذه الناس بطريقة جد جد مهمة وفيما يخص المتبرعين كينجوج ديالأنواع ديال المتبرعين إما متبرعين أحياء يعني واحد السيد من العائلة اللي هو على قيد الحياة اللي كيتبرع لواحد السيد اللي هو كيخضع العلاج بتصفية ديالدم وخصا نعرفو بأن هذا الشيء هذا خصا نتبتو صلة القرابة هذه واحدة المسألة اللي هي مهمة خصون واحدة القرابة عائلية تتباتو بصفات قانونية بين المتبرع واللي غدي يستقبل هذة الكيلية أيضا هناك المتبرعين في حالة وفاة دماغي سكون نابل لدونور أن تدمر أنصفا لك يعني هذا المرضى كيتوجد على المستشفيات في مصالح الإنعاج في حالة وفاة دماغي يعني الأطقم الطبية كتعلن بأن هذا المريض في حالة وفاة دماغي كتتكلم مع العائلة باش يوافقوا على التبرع بالأعضاء لأن هذا السيد هذا لوصل لحالة وفاة دماغي وخصنا نعرف بأننا نقوم بواحدة المجموعة دي التحاليل الضبر ديالها أننا نضمن السلامة ديال اللي غدي يتبرع لأن الهدف ديالنا السلامة ديال المتبرع كنت أكدوا بأنه خالي من جميع الأمراض وبأن بعد العملية ديال الزرع قتبقى الحالة الصحية دياله مزيانة وأيضا نضمنه السلامة ديال الإنسان اللي غدي يستقبل هذه الكيلية لأننا ما خصنا نتعرض لما يعرفوا بالرفض لغوجي الهدف ديالنا هو بالفعل بالفعل الهدف ديالنا هو إنجاح هذه العملية وإنجاح هذه العملية غدي ينطلق أيضا من ترسانة القانونية لمنظمة لها هذه العملية شنو هي الضمنات اللي يقدمها القانون سواء المتبرعين أو أيضا للمرضى سؤال مهم جدا شكرا خصنا نعرف بأن أول عملية زرع اللي كيلي في المغرب جرت 1886 يعني عن نوحة طاريخ في هذا الميدان هذا والقانون هو قانون قديم 1698 اللي كينضم هذا النشاط ديال التبرع وزرع الأعضاء على الصعيد الوطني اللي كيحدد الناس اللي يقدروا يعطيو اللي يقدروا يتبرعو والناس اللي يقدروا يستقبلو أيضا نحن نعرف بأنه كان واحد سجيل في جميع محاكم لمملكة الشريفة اللي للمرضى يقدروا يتجهولوا من أسل تسجيل تسجيل في هذه السجيلات لأننا نحن نعرف بأن هذا السجيل لهذا إلا سجلنا فيه ما بعد إلا قدر الله الإنسان نوصل في حالة وفاة دماغي وإدلاء بالموافقة دياله لعملية ديال استئصال أعضاء كتسهل أيضا عنا واحد سجيل وكان شكر وزارة الصحة اللي ساعدتنا منذ 2015 عنا واحد سجيل وطني اللي كيتسجلوا فيه المرضى اللي كيتعالجوا بالدياليز يقدرهم يتسجلوا في هذه السجيلات اللي اليوم عنا تقريبا من 350 حالة انتظار على جميع الصعيد الوطني المسجن في هذه اللوائح الانتظار اللي كنتظروا واحد الكيلية خاصة نعرف بأننا نقوم بأحد المجموعة للتحاليل واحد المجموعة التحريات حتى نضمنه القرآن الكريم واضح الصورة الكريمة ومن أحيها فكأن ما أحيي الناس جميعا الحمد لله من ناحية القانونية من ناحية الدينية لدينا أطقم طبية أطقم جراحية تقنيين إداريين مسؤولة وصيلية وزارة الصحة الحمد لله كل شيء يعمل بطريقة مستمرة من أجل إنجاح العملية تبرع وزرع الأعضاء كلمة أخيرة بروفيسور بوعتار فاليوم تحسي لكيحمل شعر تبرع بالأعضاء هبة للحياة الحمد لله أنا جد متفائل في هذا المجال الحمد لله اليوم تحت الرعية السامية لصاحب الجلال محمد سيد نصره الله لدينا واحد تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين المغرب في قطاع الحمد لله إصلاحات جد 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 كبيرة واحد برش كبير والحمد لله نقدر نقول بأن التبرع بالأعضاء هو هبة للحياة نقمن بخلوش أننا نوافقه إلا كانش يحد في حالة وفاة دماغي وطلبنا من العائلة تبرع بالأعضاء يوافقه لأنها صدقة جارية وقد نقضو أرواح ونقضو ناس اللي مسجلين فلاوائح لانتظار ومحتاجين لأعضاء باش نقضو حياتهم ونحسنوا الجودة ديال حياة ديالهم شكرا جزيلا لك بروفيسور طريق بوعتار أستاذ اختصاصي في أمراض الكلي وتصفية الدم وزارة الكلي بمستشفى الجامعي بن سينا بالرباط شكرا أستاذ أهلا بك مشاهدين نبقى بالرباط حيث احتضنت العاصمة اليوم أشغال الندوة الوطنية لشبكة جمعية مدارس الفرصة الثانية تحت شعار إدماج اليافعين المنقطعين عن الدراسة مسؤولية الجميع موعدون يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مدرسة الفرصة الثانية في تحقيق التربية للجميع ومحاربة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة عبد الحاميد جبران وحمز السيح الانقطاع عن الدراسة ظاهرة تستمر في عرقلة كل مجهودات تطوير المنظومة التعليمية الوطنية ظاهرة تهدد مستقبل آلاف الأطفال بالمملكة لا سيما بالمناطق القروية ومحاربتها هدف شبكة جمعية مدارس الفرصة الثانية التي تسعى لإعادة هؤلاء الأطفال للمدارس أو تأمين تكوين مهني لهم لولوج سوق الشغل الحد الآن نتائج جد إيجابية لأن تقريبا أكثر من 70% ديال تلامت التي تشاركوا في هذه الجمعيات والتي يستفدوا من هذه التداريب تيرجعوا إما النظام التربوي إما التكوين المهني إما تلقوا فرص فرص الشغل شباب منقاطعين كينين 300 ألف كل عام وإحنا الآن واختا نديروا مجهود كبير ومدعمين مزيان من الوزارة ديالتعليم ما كيمكنناش باش نستخدموا جميع تلاميذ اللي محتاجين هاد الفرصة التانية إذن هاد الجمع اليوم باش يمكننا ونعرفو شكون اللي يمكنه يساعد يساعد ماليا يساعد بفرص ديال تداريب الندوة الوطنية لشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية فرصة لجمع ثلة من المسؤولين الحكوميين وممثل الجمعيات وكذا المنتخبين والفاعلين الخواص والهدف توحيد الجهود وتوقيع اتفاقيات لمحاربة ظاهرة الهضر المدرسي وتوفير حلول للأطفال المنقطعين اقتعنا أشواط مهمة جدا أولا على المستوى الدولي نحن منخرطين في جميع الاتفاقيات الدولية دستو المملكة كيأكد أيضا على ضرورة الحق في تمدروس الحق في الولوج للمدرسة لجميع الأطفال فأيضا الورش الملكي الحماية الاجتماعية اللي ممكننا باش 4 مليون ديالالأسل يستفدوا من هالدعم فميسا نقولوا 4 مليون الأسل يستفدوا من هالدعم راهناك تقريبا 1-7 مليون ديالالأطفال اللي أما خلينهم في تمدروس أو للي كانوا موددين بالقطاع واللي ده بخصهم يبقى في تمدروس لأن هذا شرط للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر المصار الأنسب لهذا القضية دي هو التكوين بالتدرج المهاني لأن هاد الشباب اللي تيفقدوا أو تيفرجوا من تمدروس تيمكن لهم يمشي والتكوين المهاني خصصا اللي كان عندهم في سياق وطني تسعى فيه المملكة لإصلاح شامل للمنظومة التعليمية الوطنية محاربة الهضر المدرسي مسؤولية المشاركة لكل الفاعلين الحكوميين والمدنيين والخواص لضمان مستقبل أفضل لأجيال الغد وجهتنا اللحظة أصيلة حيث تتواصل فعاليات الموسم الثقافي الدولي محور ندوتي هذا اليوم النخب العربية في المهجر التحدي القائم والدور الممكن أحمد العلوي وياسين ورافق ثلة من المفكرين والأدباء والفاعلين في الحقل الثقافي والسياسي ساهموا في هذه الندوة بآرائهم وتجاربهم حول موضوع النخب العربية في المهجر وفاعليتها في النسيج الاجتماعي ببلدان الاستقبال ومستقبل هذا الحضور العربي بالمهجر نخب العربية في المهجر فعلا مكون بشري مهم جدا في جانب الثقافي والاقتصادي والسياسي أيضا تمثل حضور مهم في المجتمعات الغربية والأسيوية أيضا وتسهم بخبراتها وبثقافتها وبأسلوبها في العيش في إغناء هذه المجتمعات دور الحوار الثقافي وأيضا في تقديم صورة إيجابية عن العرب وعن الإسلام بصورة مشرفة ومشرقة في هذه الندوة هناك مجموعة من الفعاليات ومن الأسماء في الساحة التقافية والأدبية والسياسية الندوة تطرقت أيضا لدور هذه النخب في التعاطي الإيجابي مع مجتمعاتها الجديدة بما يخدم القضايا العربية العادلة واستثمار الطاقات الإبداعية في مختلف مجالات العلم والمعرفة أن تلعب هذه النخب دورا في التواصل الثقافي جسور إنسانية من أجل تعزيز اقتصادات بلادها الأم من أجل أيضا زيادة منسوب الوعي والإسهام الإيجابي في الدفاع عن القضايا العادلة القضايا الوطنية العادلة لكل بلد اتساع دائرة هجرة النخب والكفاءة العربية ظاهرة تستدعي حسب المشاركين في هذه الندوة الوقوف عندها وتشخيص أسبابها وتداعيتها فهي تعد واحدة من أكثر الهجرات خطورة على تطور المجتمعات العربية في المرحلة الراهنة بالرباط افتتاحه مع رد سلا الكنوز الخفية لمدينة عطيقة الذي ينظمه متحف بنك المغرب والذي يقدم فرصة للزوار للغوص في تاريخ سلا العريق ويبرز جوانب من الغنى الثقافي المميز عبر مراحل تاريخية مهمة ويضم مجموعة متفردة ومهمة من القطع النقدية والأسارية معرض يضم بين ثنايا قطعا نقدية قديمة ومجموعة من اللقى الأثرية الهامة تسرد قصة سلا الكنوز الخفية لمدينة مغربية عتيقة ويعرف الزوار على سلا باعتبارها موقعا أثريا يكتسي أهمية كبيرة ضمن التاريخ المغربي عبر رحلة زمنية تحكي تطور هذه المدينة العتيقة نحن نامح العرضين نتبين أن النقد في هذه المدينة العتيقة هي كذلك تواكب الرؤية التاريخية وتطور البحث التاريخي في هذه المنطقة وكذلك تعطينا إشارات واسعة على الأنشطة الاقتصادية والفلاحية والتجارية لهذه المنطقة وكتبين على مدى الزهار هذه المنطقة والمغرب بصفة عامة في العهود القديمة المعرض يشكل فرصة للتعرف على الفترات الرئيسية من تاريخ مدينة سلا عبر قسمين متخصصين للفترة المورية والمورية الرومانية وتقدم السينغرافية سردا شيقا لتاريخ المدينة قد قام بك المغرب بتنظيم معرض يتطرق أو يقوم بقراءة جديدة لمختلف النقود والمسكوكات التي تم ضربها بالمدينة والتي كانت كذلك متدولة في السوق النقدي لمدينة سلا إضافة إلى معززة بمجموعة من اللقاء الأثرية والتي أغلبيتها لم تعرض وسوف تعرض لأول مرة في هذا المعرض ويركز المعرض على جوانب قديمة من الحياة الاقتصادية حيث استفادت مدينة سلا من موقعها الاستراتيجي الذي ساهم في تنمية اقتصادية مزدهرة ويظهر أهمية الاكتشافات الأثرية العديدة بالمدينة التي كشفت عن وجود نشاط حرفي مستهر على غرار الخياطة والنسيج وأنشطة أخرى لا هنا مشاهدنا تكون نشرتنا قد استوفت كل المواد تذكير بأبرز العنوان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش يصدر تقريره السنوي حول الصحراء المغربية يوصفه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة من نورسو لمدة 12 شهرا إلى غاية 31 أكتوبر المغربية على الصعيدين الميداني والدولي بالعيون التوقيع على اتفاق توأمة بين جماعة العيون ومدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك تنفيذ البرنامج الوطني للتزود بالماء الصلاح للشرب ومياه السقير تكيز بالأساس سيد سيد عبوب بإقليم تاونات مشروع طموح ينتظر منه توفير مياه السقير لخمسة ألاف هكتار من الأراضي الفلاحية التبرع بالأعضاء أحد أرقى السلوكات التضامنية والإنسانية لفائدة منهم في حاجة العضو من الأعضاء الحيوية واليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية مناسبة للتحسيس بهذه المبادرة الإنسانية شكرا على طيب المتابعة مشاهدين إلى لقاء آخر بإذن الله اشتركوا في القناة